نجحت طفلة الهندية زارا آن جلادس في خطف الأنظار خلال ممارستها رياضة التزلق بحركات انسيابية مرنة وبتوازن كبير باستخدام لوحة تزلق الخشبية وتمارس طفلة الهندية رياضتها المفضلة في مكان مخصص لهذه الرياضة في إمارة الشارقة بالإمارات بحركات انسيابية مرنة وبتوازن كبير تخطف الطفلة الهندية زارا آن جلادس الأنظار خلال ممارستها رياضة التزلق باستخدام لوحة تزلق الخشبي ووسائل حماية من الصدمات والإصابات حيث تمارس الطفلة الهندية رياضتها المفضلة في مكان مخصص لهذه الرياضة في الشارقة بالإمارات زارا عرفت التزلق قبل نحو عامين بعدما رأت صديقاتها يلعبن في وقت كانت تنتشر فيه جائحة كورونا وظلت تتابع اللعبة حتى حصلت على أول لوح خاص للتزلق فأصبحت تتدرب يوميا لعدة ساعات وعلى الرغم من صغر سمها إلا أنها تحب التنافس وتتعلم من كل محاولة تقوم بها لأنها تقربها من تحقيق حلمها في أن تصبح متزلجة محترفة هذا وتتعلم عاشقة التزلق الحيل الجديدة عبر مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب وتواصل التدريبات حتى تتقن الحركات وفي الفترة الماضية شاركت زارا في العديد من المسابقات المحلية والدولية في الإمارات والهند وبودابست وفازت خلالها بألقاب فالفتاة الصغيرة تحظى بدعم والديها الذين يوثقان رحلتها في التزلق على الألواح ويدعمانها في كل ما تقوم به ترجمة نانسي قنقر